اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين النهاردة هنتكلم عن توقعات لميشيل حايق لبعض الطاقة العربية خلال عام 2021 والتوقعات دي مهمة جدا جدا لانها فيها بعض التوقعات اللي ممكن يسميها البعض بالصادمة هنبدأ اول توقعاتنا بدولة الكويت وقال تحطيم العديد من الرؤوس داخل ارض الكويت والقبض على العديد منهم قبل هربهم باموال الدولة الى الخارج وقرار صادم ومؤثر ومسير للجدل يتخذ رئيس مجلس الامة الكويتية مرزوق الغانم وسيكون هذا القرار له عواقب كبيرة عليه وعلى من صدر القرار عليهم حزن يخيم فوق الكويت وحداد لموت شخصية كويتية شهيرة وقريبة من قلوب الناس ومن داخل الأسرة الملكة بعض المواقع والوسائل التواصل الاجتماعي ستعمل على تسريب معلومات صادمة تتمحور حول تغيرات جزرية أو تغيرات جزرية وأسماء بعض الأشخاص الذين سوف يتم القبض عليهم في قضية غسيل أموال شهيرة محاكمات في العلن لشخصيات فزدة ونافذة داخل الحكم وستكون تلك المحاكمات قاسية ولا ترحم تابور خامسي تابع لدولة عربية ودولة أجنبية سيشق طريقه لزعزعة استقرار الكويت وتقليب الشعب الكويتي ضد الحكم وضد أمير الكويت وله كلمة مسموعة داخل البرلمان إنجاز أمني كويتي في الكشف عن خلية نائمة تابعة الجماعة إرهابية كانت تحاول أن تهز جانب من الأمن الكويتي الداخلي ووعقة صحية لأمير الكويت ولكن ستكون أثرها خفيفة ولن تؤثر على صحته بشكل خطير وتلك الأزمة الصحية بسبب أعباء الحكم وفي انتظار الكويت جوائز ضخمة وأيضا أمير الكويت يحمل شعلة السلام سلام المصالحات بين الدول العربية ومساعدات ومسندات للدول الجريح بالنسبة لتوقعاته لدولة ليبيا أن اسم سيف الإسلام القذافي واسم شاككته عائشة بيشغلهم مساحة واسعة وسيكون لهم دور كبير في حكم ليبيا وسياسة ليبيا وقبائل ليبيا بتدعمهم بعد ما واقع السلطة الليبية بتتبدل سورتها بعد ما كانت علي ولها كلمة داخل ليبيا في اتخاذ القرار بيكونوا في الأسفل وسيتم اقصائهم بعد التغيرات الجزرية التي ستحدث داخل ليبيا وأيضا ليبيا في خطر دبلوماس كبير مع دولة عربية شقيقة ورفض المساعدات التي ترسلها وبتتحول تلك المشاكل لكرة نور الصراج يحير الشعب الليبي أحيانا ونجده في الحكم وله قراراته أحيانا أخرى يختفي ولا نسمع عنه شيئا ده بالنسبة لدولة ليبيا عندنا كمان في دولة أخرى وهي إسرائيل ودي من اعتبرهاش دولة ولكن بنطلق عليها فلسطين المحتلة أو كيان السيوني فتوقعات مشال حاية ليهم هي أن في مباراة رياضية بين منتخب إسرائيل ومنتخب دولة عربية ومن المرجح أن تكون الإمارات وستشهد تلك المباراة مفاجآت قاسية واحتمال حدوث عملاء إرهابية أو إصابات لشخصية كبيرة اتفاق جديد يخرج للعالم بين فلسطين وإسرائيل وسيكون هناك مقيدة للأسرة حتى الجثث من الجانبين الإسرائيل الفلسطيني وفرحة عارمة بخروج شخصية مناضلة من السجون وغناء ورقص في الشوارع الفلسطينية زلزال في دولة عربية قريبة من إسرائيل مداها يصل للأراضي المحتلة ويتسبب في سقوط معلم أساسي في إسرائيل وفيه احتمالية لوقوع خسائر بشرية أو مادية تحول كبير في مصير وزير الدفاع الإسرائيلي وقرار سيصدره سيكون له مدى كبير داخل الشارع أما إجابي أو سلبي واتفاقات تطبيع جديدة مع دولة عربية ستندم إسرائيل على تلك الاتفاقية لأن شعب تلك الدولة لن يعني مش هنقول هيبقى راضي بهذه الاتفاقيات وهتسبب فيه عمليات إرهابية في السفارة التابعة لتلك الدولة ما سيكلف إسرائيل أو ما ستكسبه إسرائيل من تلك الدولة أقل بكثير من الخسائر التي استخسرها بسبب التطبيع معها رئيس أحد الأحزاب في خطر كبير لمعارضة النظام الحاكم في إسرائيل وخروجه من أكثر من مناسبة ليكشف فضائح داخل إسرائيل وخاصة حكومة بن يمين نتنياهو السابقة ما تسبب في دخوله دائرة الخطر ومحاولات كبيرة لاختياله وبالنسبة لمصر ميشيل حيج بيقول أن الصدمة بتختار أحد المطارات داخل مصر تكون مهبت لها وفي مشكلة مطار أو طيارة داخل مصر وهتعمل صدمة كبيرة ودجة كبيرة جدا أمنية في نفس الوقت الجيش المصري أمام استحقاقات كبيرة في مطرح في تكريم عالمي لتفوقه بين الجيوش العربية وفي مارت راح تاني بيسد الدريبة تفوقه في سينة خصوصا كمان في حاجة كبيرة جدا ملف الهزات الأرضية في مصر لغز كبير بيرفقه وأيضا بشرصة وحقد هنشوف عمليات إرهابية ودموية من غير رحمة بيقوم بها الإخوان للانتقام لحصد الرؤوس في مصر وكمان معنا بيقول ميشيل حايك أن الرئيس السيسي هيحاول أنه هو يكون سد منيع لمواجهة الأخطار المتربصة للداخلية إن كان من الناس المعارضة أو الخارجية فيه الملف سد النهضة وغيره بيكبر حجم الخطر على الممثل والمقاول محمد علي وعلى عيلته وعلى اللي معاه حتى بعد هربوا خارج مصر فيه خطر كبير حواليه وفيه أحد السجون المصرية فيه مشكلة هتحصل فيها فيه اهتزاز فيه اختراق فيه مشكلة هتحصل في أحد السجون وأيضا فيه أسلوب جديد مبرمج مدعوم من بعض الدول بالتظاهر الهادم عشان يفتحه صغرة في جدار السلطة دي بالنسبة لدولة مصر كمان معنا دولة العراق واتكلم ميشيل حايك بأن القاعدة الأمريكية بتستلم أهداف مجاعة كل فترة وأن أمريكا مش هتسقط على كده وفي نفس الوقت فيه منطقة على موعد مع تصفية الحسابات وقعدت الحسابات خصوصا المنطقة الخضرة في بغداد وسمود البغدادي أمام أسوري القازمي أمام اهتزازين فيه واحد منهم هيبقى طبيعي واحد منهم أمني وبتهتز العراق قصر اهتزاز قشرة أرضية وفيه سد مائي مرعب حال المقصود بيه الفيادانات اللي بتحصل في تركيا أو مثلا زي ما كنا سمعين من فترة كذا حد يتلع يتوقع أن السد اللي عاملها تركيا ممكن ينهار والأسف المية بتاعته تغرق كمان معاها العراق فيه تواصل ثوري ومغبورات مشتركة بين العراق ولبنان وفيه استهداف لمقام ديني والتداعيات حدث بلا حرج وكمان مقتدى الصدر بيقفز من نقطة السلم إلى نقطة اللاسلم بكده نكون انتهينا من بعض الدولة العربية من توقعات ميشيل حايك شكرا لوجودكم معانا ما تنسوش تشتركوا في القناة تفعلوا جرس التنبيهات تابعونا في كل جديد عايزين نوصل القناة لخمسمائة الف مشترك وده مش هيبقى بعيد لو انتم فعلا اشتركتوا دستوا على زرار الاشتراك وتتفعلوا معانا برأيكم وكتابة التعليقات بتاعتكم واحنا بنقدر بنرد على قد ما نقدر وبنتكلم مع المتابعين على قد ما نقدر في بعض الفيديوهات شكرا لوجودكم معانا استنونا ان شاء الله في توقعات أكتر وأخبار أكتر على قناة مساء الأخبار اشتركوا في القناة